توجه الفرس إلي ديليس بالجائزة الكبرى للمباراة الوطنية للقفز على الحواجز التي نظمها نادي أولمبيك خريبغا للفروسية خلال الفترة ما بين 64 نوان بير الجاري وأنهى الفرس إلي ديليس المصابقة النهائية في الرشب الأولى بعد الجيازي الحواجز بدون خطأ وعدى المركز الثاني في هذه المصابقة للفرس كورتين فيما كان المركز الثالث من ناصيب الفرس شيرشيل والمركز الرابع للفرس كلاريمو وعرفت هذه التداغورة الريادية التي نظمها نادي أولمبيك خريبغا للفروسية تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للفروسية وبدعمه من مجمع شريف للفروسفات مشاركة أفضل الفرسان والفارسات الذين يمثلون مختلف الأندية المغربية المنظوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للفروسية تم في نهاية هذه المصابقة تسليم الجوائز على الفائزين بحضور عامل إقليم خريبية السيد حميد شنوري ومدير موقع المجمع شريف فوسفات خريبغا ومتليس سلطة المحلية وأعضاء من الجامعة الملكية المغربية للفروسية ورئيس نادي أولمبيك خريبغا للفروسية وعدة شخصيات مدنية وعسكرية وشهدت الجائزة الوطنية للقفز على الحواجز هذه السنة تكريم السيد الحاج قرواش رئيس نادي أولمبيك خريبغا للفروسية ورئيس المكتب المديري نادي أولمبيك خريبغا اعترافا من إدارة الفوسفات بالعديد من الخدمات التي أزدها الحاج قرواش لرياضة الفروسية بخريبغا كإصلاح نادي الحلبة والإستبلات علاوة على استقطاب مجموعة من الأندية الوطنية والتي تضم أفضل الفرسان والفارسات